اهلا وسهلا فيكن احبائي متابعيني اليوم وصفتي كيكة كتير لذيذة وطيبة وشكلة حلو ولونة دهبي بهالكيكة ما رح نستعمل لا الزيت ولا الزبدة رح نستعمل مكون تاني بيعطي اول شي اللون الدهبي الحلو بيعطيها كتير طراوة وبستغني عن الزبدة او الزيت اذا بدنا نعمل كيك وما عنا زبدة او زيت فينا نستخدم هالمكون المكون اليوم اللي بنحطه بدل الزيت او الزبدة هو الطحينة الطحينة بتعطيني طراوة ولون ودسم مقبول بديل للزيت وبديل للزبدة وفعلا بتطلع معنا كيكة كتير طرية هشة متل ما عم نشوف بالفيديو طراوي فلافي وطعمتها كتير لذيذة مميزة ومنحط شوية سمسوم على السطح لانه الطحينة معمولة من السمسوم فبتكون الطعمات هيك متناغمة مع بعضها ما بتاخد وقت ابدا ولا بتاخد مشهود رح نبدأ بالمقادير المكونات لازم تكون بحرارة الغرفة بحرارة المطبخ يعني طالعتن قبل بوقت اربع حبات من البيت بتضيف عليهم معلقة صغيرة فانيليا اما فانيليا سائلة او فانيليا بودرة وبيبدا بخفو البيض لمدة ثواني اول ما بيطلع له هيك رغوة وفققيع بضيف كوب ونصف من السكر العادي بدنا نخفو البيض مع السكر حتى يتضاعف حجم البيض ويصير اللون فاتح لون الخليط ابيض هيك على بيض وفاتح ويتضاعف حجمه يعني لمدة دقيتين او ثلاثة هلأ بديضيف لطحينة ربع كوب من لطحينة بضيفهم فوق خليط البيض وبدنا نضيف كوب من الحليب كوب من الحليب ان كان حليب بودرة منحط لتماعلي حليب بودرة بكوب ما او حليب عادي ومنخفقهم مع بعضهم لمدة ثواني مو اكتر ما بدي اخسر الهواء اللي موجود بالبيض هلأ بضيف عليهم كوبين من لطحين المنخول نخلنا لطحين منيح وبدنا نضيف المواد الرافة عندي معلقتين صغار من البيكينج بودر بضيفهم فوق لطحين وبد نصف معلقة صغيرة من الكربونات كربونات او بيكربونات السوديوم وبخفقهم مع بعضهم لمدة ثواني مجرد انه يختفي لطحين بوقف خلط خليط الكيك جاهز الآلب دهنته بالطحينة ولحرشله كمان شوية سمسوم بيطلع شكله كتير حلو لما منقلب الكيك بدنا نصب خليط الكيك بالآلب الفرن سخنته على درجة حرارة 170-175 هنحط الآلب بالرفة المتوسط بياخد معي بالفرن تقريباً 40 دقيقة 45 دقيقة حسب حماوة الفرن بآخر دهنتين بيشعل الفرن من الأعلى حتى أعطيه لون دهبي وبس يطلع من الفرن بنتظر 10 دقايق حتى يهدى وفوراً بيقلبه على صحن التقديم الريحة كتير حلوة واللون هاد اللون اللي تعطينا يا لطحينة لون دهبي برونزي كتير حلو وبتلاقوا السمسون بنزل كلياته إذا في بقايا سمسون بنزلهم هيك بالمعلقة بالسباتشولا بحطهم على السطح ومنزين مثل ما أنتوا بتحبوا بتزينوا حطيت أنا وردات من السكر عملتي جليز اللي هو عبارة عن سكر بودرة مع شوية كريمة أو شوية حليب بيطلع طعمه كتير طيب لذيذ جداً مع فنجان قهوة لما بيكون لسه تدافي ومنزل عليه الجليز جربوا وشوفكن بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة